أيوم أخضر يا دكتور في وجهة نظر حضرتك الصفرة الفيسولوجية أم الصفرة المرضية؟ لا طبعا الصفرة المرضية ليه بقى يا دكتور؟ الصفرة المرضية بيبقى نسبة البليروبين في الدم عالية جدا ممكن توصل لعشرين مثلا وفي الحالات ديت إحنا بنتر أن نعمل تغيير لدم الطفل لأن ارتفاع الصفرة بالكمية الكبيرة ديت بيعمل أعراض جانبية شديدة لأنه بيترسب البليروبين في مخ الطفل وممكن يعمل مشاكل إعاقة مشاكل إعاقة حركية إعاقة نطق كلامية إعاقة ذهنية ممكن يأثر تأثير سلبي شديد جدا على الطفل ننصح برضو بعمل تحليل الصفرة في الدم لو إحنا شكينا أن نسبة الصفرة عالية حتى في الصفرة الفيسولوجية ولو لقناها عالية لازم الطفل يخش حضانة بسرعة ياخد علاج حاجة اسمها علاج ضوئي وانتبعه وياخد محليل لو الصفرة منزلتش ووصلت لدراجات عالية زي ما بقول لحضرتك كده المفروض أن احنا بنعمله تغيير للدم علشان نحسن حالته العامة بسرعة وما يحصلش ترسيب للبليروبين في المخ ترجمة نانسي قنقر